هل بنت اللي بلى فهمه مفكرتني أنا القاتل؟ طيب بلكي الضابط عن جد فكر مثله هو كمان شافني وقعت فنجان القهوة وعرف أني خايف هذا الشي بيثبت أني أنا القاتل؟ لك كرهت الساعة اللي قررت فيها أني روح وشوفه الهداك التافي أنا لو ما رحت لهنيك ما كنت اتورطت شو هالحظ السيئ وهي هالمرة كمان وقعت بمشكلة بريدفي باليوم اللي انت شافت فيه أكشي بالفندق هوين قتل؟ ما عملت شي كريتيكا عطته مصاري اللي يبطل يهدده أصحك تتهميني من نوب لأنه لما طلعت من عنده هو كان عايش متأكد كان عايش نفس الشاب بما أنه كل العيلة كانت بتعرفه لهيك ممكن أنه يكون واحد من هاي العيلة متورط وهو يلي قتله كاران لك شو هاد؟ شو بقي يدك؟ شو صار جوه؟ لا ما في شي بس في واحد بلا فهم كان عم يخبص ويحكي عن كريتيكا ورجاء رؤيته شو بدي أعمل؟ رح حاكي أمي ماهيرا؟ 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 أمي اسمعيني منيح ما في شي من هادب صراحة أنا عرفت شي مهم كتير اتصلت فيكي مشان قللك يا أمي قوليلي يلا ماما ممكن تكون صدفة بس بالأول اسمعيني منيح بعدين فكري كتير منيح بي يلي بدي يقوله ويلي شو رأيك ماشي؟ طيب قولي انتي بتتذكري أكشي يلي كان بده يتزوج كريتيكا؟ هو مات في حدا قتله شو؟ وانا وانا كمان عرفت ان هو كان عم يهددها لكريتيكا مشان هيك كريتيكا راحت عالفندق يلي هو كان نازل فيه لحتى تدفع له مصاري وكاران طلب من بريتا تشوفه بنفس الفندق بس هي ما اجت بوقتها ابداً بعدين رن موبايله بظن كريتيكا هي اللي اتصلت فيه رح اطلب لحظة ماشي ألو؟ لا 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 مو كريتيك اللي اتصلت فيه بتوقع أكشي هو يلي دقله لانه لما اجدت المكالمة يطلعه هو كتير معصب وقت رجع كان فيه شوية خدوش وكذا مات على ايده لكاران وكان شعره كتير منكوش كمان مبين كأنه عامل شيخ ناء مع حدا امي انا بعتقد انه كاران واضحة كتير بنتي كاران القاتل كاران هو اللي قتله لأكشي اشتركوا في القناة